تحل غداً أو تحل غداً الذكرى الأليمة لفاجعة البحر الميتة التي وقعت العام الماضي حين أودت سيول مفاجئة بحياة واحد وعشرين شخصاً عدد كبير منهم كانوا من الأطفال ومع حلول الذكرى الأولى للفاجعة أوضحت الحكومة سلسلة الإجراءات التي اتخذتها بعد الحادثة ومن أبرزها إصدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل الرحلات المدرسية وإقرار تعليمات أسس وشروط سياحة المغامرات إضافة إلى تزويد العديد من المناطق المعرضة لخطر السيول بأجهزة إنذار مبكر وتوفير أعداد كافية من الغطاصين وأشارت الحكومة إلى إعادة إنشاء وتنفيذ أعمال الصيانة للجسور والطريق الرئيسية في منطقة البحر الميت